في العراق قال المتحدث باسم قيادة العملية المشتركة اليوم إن القوات الأمنية تتقدم بمختلف الجبهات الأربع الجبهات الأربع نحو مدينة الفلوجة لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش فيما نفى رئيس الحكومة حيدر العبادي شائعات تفيد بتوقف العملية العسكرية بالمدينة نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إصدار أوامر بوقف العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار من داعش فيما أكدت القوات المشتركة استمرار المعارك لتحرير المدينة وأشار العبادي إلى اعتقد بأن هذه التقارير شائعات يروجها البعض لإيجاد مخرج لعناصر داعش مؤكدا أن الجميع على الخطوط الأمامية لمحاربة المسلحين واستتقدم على جميع المحاور في حين دعا العبادي السياسيين إلى تجميد خلافاتهم بشأن الإصلاحات التي اقترحها من أجل مكافحة الفساد والاتحاد خلف الجيش في معركته ضد الإرهاب إلى ذلك تواصل وحدات العسكرية تقدمها في المحور الشرقي للفلوجة حيث تمركزت في مناطق استراتيجية لقضع طرق إمداد داعش عبر معابر السقلوية والخالدية والحبانية فيما حررت القوات الأمنية منطقة الشهداء غربية المدينة في مواصلة لعمليات العسكرية التي بدأتها مطلع الأسبوع الماضي لتحرير المدينة وسيطرت القوات المشتركة أمس على الطريق السريع الدولي من جهة الشمال الغربي فيما تمكنت من عبور جسر السقلوية الرابط مركز المدينة عن شمال غرب الفلوجة